أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحرص على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي سعيا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بمختلف مناطق الجمهورية خاصة ما يتم من توسعات عمرانية جديدة جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف مشروعات تحلية مياه البحر والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية حيث لفت رئيس الوزراء إلى الاهتمام بإتاحة وتوفير مختلف الأراضي اللازمة لإقامة محطات لتحلية مياه البحر تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن خطة الدولة لتحلية مياه البحر وذلك لتوفير مياه الشرب لمختلف المحافظات الساحلية على مستوى الجمهورية